منهاج الوسطية والاعتدال الذي ساد في البلاد طيلة عقود تحاول ميليشيا الحوثي جاهدة طمسه واستبداله بالتطرف والطائفية والغلو من خلال التركيز على المراكز الصيفية خلال السنوات التي أعقبت انقلابها على الدولة زعيم ميليشيا الحوثي أعلن مطلع الأسبوع الجاري تجشين المراكز الصيفية على أساس ما أسماه تعزيز الهوية الإيمانية لتنسج على منوال إيران وتطبق تعاليمها بكافة حذافيرها بعيدا عن الهوية اليمنية المعتدلة والملتزمة بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف أكثر من مليون طالب وطفل هو الرقم الذي تسعى ميليشيا الحوثي إلى الوصول إليه هذا العام من خلال المراكز الصيفية المنتشرة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها وتعمل على تصميم عقول الأطفال والناشئة بالأفكار الطائفية والمتطرفة وثقافة العنف والكراهية كي يسهل عليها استمالتهم للقتال في صفوفها بعد إخضاعهم لدورات تدريب وتأهيل قتالي ومن ثم إرسالهم إلى جبهات القتال لزجبهم في معارك عبثية خدمة لأجندة إيران المشبوهة في المنطقة وتحشد ميليشيا الحوثية موالا ضخما من أقوات اليمنيين كما دعت المعلمين إلى الإشراف على هذه المراكز التي تستمر خلال فترة العطلة الصيفية كونها بمثابة البيئة الخصبة لتخريج مقاتلين عقديين يدينون بالولاء للميليشيا وليس لله والوطن الذي سيعاني لعقود قادمة فهؤلاء الأطفال المغرر بهم وفقا لتقارير حقوقية دولية يشكلون بذور الحروب المستقبلية بعد تسع سنوات من الحرب العبثية تفائل اليمنيون خيرا مطلع العام الجاري بالمساعي الحثيثة من أجل الوصول إلى تسوية يمنية تخفف من المعاناة الاقتصادية والمعيشية لملايين المواطنين والأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم لكن الميليشيا الحوثية كعادتها هربت من استحقاقات السلام وأشعلت الحرب في البحر الأحمر كونها تتغذى على الحروب وتتخذ منها وسيلة لنهب ومصادرة أموال وممتلكات اليمنيين واعتقال المعارضين في مقابل تحشيد المغرر بهم وخصوصا من المراكز الصيفية ليكونوا وقودا لحروبها الموجهة في المقام الأول ضد اليمنيين اشتركوا في القناة